أهلا بكم قالت مواقع إلكترونية موالية للنظام السوري قالت إن القيادة في حزب لاها سمير القنطار قتل مع قيادات أخرى في ميليشيات موالية للنظام في قصف يعتقد أن طائرات إسرائيلية نفذته فجر اليوم على مبنى سكني في حي الحمص في بلدة جرمانة جنوب دمشق قالت المواقع الموالية للنظام إنه من بين القتل أيضا فرحان الشعلان وهو قياده في ميليشيا المقاومة السورية الموالية للنظام وقد بثت قناة الإخبارية السورية صورا لأثاري القصف وذكرت أن عدة صواريخ استهدفت المبنى المؤلف من ستة طوابق ما أدى إلى انهياره بالكامل وإنه يجري الآن التحقيق في الجهة التي أطلقت الصواريخ